ما أسباب الضغط العالي وأسباب الضغط المنخفض الأول وبعدين نشوف أسلوب الحياة بالنسبة لمريض الضغط العالي ومريض الضغط المنخفض زي ما قلنا الضغط العالي أسبابه إيه الأول؟ خلينا في الضغط العالي عشان خاطر نتكلم الأول نعمل مقارنة سريعة تمام الضغط العالي بتقول إنه فوق 140 على 90 الضغط الوقت الضغط الطبيعي مفروض يكون كام الطبيعي 120 على 80 يصل إلى كام 140 على 90 وزن نورمان 140 على 90 هتقول نورمان 140 على 90 يبقى طبيعي بالزبط تحت هنقول 90 على 60 الضغط المنخفض يبقى 90 على 60 أقل من كده نعتبره منخفض ممكن يخش العين بعد كده في شك وحاجات ما احناش عايزين مريض الضغط العالي ومريض الضغط المنخفض أسباب الضغط العالي إيه؟ 1 2 3 أسباب الضغط العالي ممكن يبقى حاجة يبقى هو أصلاً واحد ما عندهش أي حاجة خلص وضغطه عالي نتيجة أنه عنده مشكلة في الجينات حاجة ورصية عن آله بيأكل أملح كتير مدخن اللي هي العادات إيه اللي احنا اتكلمنا فيه أو أنه يكون المشكلة نتيجة حملة نتيجة مشكلة في الكليا نتيجة مشكلة في القلب نتيجة مشكلة في الكبد اللي هي الأسباب اللي احنا إيه؟ ممكن يكون طارق وممكن تكون حاجة طارق ده فيه ظاهرة اسمها ويت كوت في نومنم يعني الواحد لما يشوف دكتور كده ضغطه يعلم وبمجرد ما يطلع من عنده ضغطه ينزبط ده هياخد علاج لمش ياخد علاج مايرحش مستشفى وخلاص يبقى كويس